السلام عليكم البنات ومحبا بكم معايا فيديو جديد من أنكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير وانتوما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات رجعت لكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم الكعكة الوجدي الكعكة ديال المحلات اللي كيخدموا به قاع المحلات شاركتوا معاكم اليوم هاد الكعكة البنات راه اقتصادي وكيجي زوين بزاف بدون زبداء بدون بيض وكيجيه شي شي دف الفم شاركتوا معاكم باش حتنتوا ما تعتمدوه كمشروع مربح من البيوت ديالكم بحال هاد الوقت هادي كيكون علي الكعك طلب كتير بالنسبة حناية الجهة الشرقية كنخدمو هاد الكعك دائمان وبحال هاد الوقت هادي كيكون عليها الزيار وشاركتوا معاكم باش حتنتوا ما تعتمدوه كما اذكرت معاكم مشروع مربح من البيوت ديالكم تقترحوا على الكليان ديالكم او تصاوبوه غير الوليداتكم كعكة الاقتصادي وكيجي زوين كيجي حمر لوجه نتمنى الفيديو دياليوم يعجبكم ونتمنى باش تعونوني بلايك عونوني بلايك الله يجازيكم بالخير وبرتجيو الفيديو معا الاهل والاصدقاء وما تنسوش لك انت هادي اول زيارة ليكم للقناة شتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الاخير باش شوفوا معايا جميع المراحيل باش غادي نخدم هادي الكعك وشوفوا التى الثامن باش غادي تبيعوه غادي ندوز معاكم للمقادير بسم الله على بركة الله بالنسبة هنا في المقادير ديال الكعك غادي نحتاج زوش كيلو ديال دقيق تكون معبورة ما تديروش زيادة ديال دقيق او نقصان كتعبروش زوش كيلو نيشان ديال دقيق بالنسبة لدقيقة لبناز اي نوعية كانت عندكم تقدرو تخدموا بيها ماشي بالضرورة تكون نوعية زيانة ديال دقيق هادي نحتاج معاها تلات någon خمارة حمر كل وحدة فيها 8 جرام هادي نحتاج منج القيدROW ذيال زيت نباتية كاتعبروز زيت كاتديرونسطر بالنسبة لها الزيت كيضينيشا نفذوش كيلو ديالدقيق ديالدقي طيإد Contacted Makis أنا هنا於 الرمضة ما pastel تستعملش المظهر من السكيلو ديالدليلسطر حبيبات، كانت مستعملش نسكا يدرغي 400 غرام ديالد أائتصري نقص الحلاوة نسيطر الزيت مع 5 كيلو سكرح و بايبات كاس زلجلال يجب أن تهرمش باقي حبات باينين وحبات مطحونين كاس الكاوكاو تحنت الكاوكاو يرجع بحال دقيق سر الكعكة لبنات وكي يخدموا المحلات ويأتي الكعكة مزوين يجب الكاوكاو في الكعك الزج ملقات النافع مطحونين ملقات النافع مطحونين الملقات كبيرة الملح وكاس المائز مصر نحتاج المطاة سيطر لجميع العجينة ومتابعة ونشارك ترى مباشية نضيف زوج كيلو دقيق 400 قرم سكو الحبيبات زوج كاس الكوكاو بالنسبة لكوكاو والبنت محمر تطحنه و تضيفه في الكعك نضيف زوج معلقة النافع و الحبث حلاوة ثلاثة الخمارة حمر 8 قرم معلقة كبيرة العسل و الزيت نباتية تبسس دقيق و الزيت و الزرارة تبسس دقيق و الزيت و الزرارة تبسس دقيق و الزيت و الزيت تضيف الماء اضافة الماءولدية بالماءولدية تبسس الدقيق و تقامل على الزيت قوة الماءولدية خلف الماءولدية ويساعدكم حتى في الخدمة إذا قمت بلعجينة المطلقة من يمكنك تشكلها ومن تشكلها ومن تجمعها ومن يكون قاسح كما شكلت العجينة هنا نضيف الماء ونجمع العجينة هنا تحصل على العجينة كما اشتروا معي تكون قاسحة لا يرتبها تحصل على العجينة لتساعدكم في الخدمة بالنسبة لك من السيطرو البنات التي ذكرت معكم لا استعملتوا كامل بقالين سكاس معبور بالكاس هذه الكيمياء الماء سوف نضيف العجينة الماكينة تساعد في الخدمة بالنسبة للخدمة تستعملوا الماكينة وفي الساكة السربي هنا كما اشتروا معي العجينة تساعدها في الماكينة تدركوها في الماكينة تدفع العجينة و تدركوها و تخرجوها كاملة العجينة تساعدها و ترجعها و تدركوها و تضيفها و تضيفها و تدركوها و تدركوها و تدركوها بها الطريقة نضيفها في الماكينة تدركوها تدركوها كاملة و تدركوها و تدركوها و تدركوها و تدركوها حتى تدركوها و تنفرق في فوق الطريقة حتى تدركوها و تدركوها حتى تدركوها يجب أن تخرجوا الكمية التي ستخدموا بها هنا سرحت العجين في فق سطح العمل هنا الكعك لا تقوم بإغلاقه لا تقوم بإغلاقه وضع الكعكة هنا في فق ونشرط بالموز فق سطح العمل تساعدكم في الخدمة وكانت لقي الكعكة مزيفة في القناة بي لا تحل لكم في الفران نفس الطريقة كانت نحضر العجينة لها فق سطح العمل وكانت لقي القناة مزيفة نضغط عليها مزيفة كي لا تحل لها فق لي ونشرطها ونشرطها يجب العجينة لها فق سطح العمل ونحضر زيادة لعجين ونقوم بإغلاقه في الموز شرطو الكعكة في فوق سطح العمل نضيف الكعكة في الفران سوف نضيف الكعكة في الفران سوف نضيف الكعكة نضيف الكعكة في فوق سطح العمل نضيف الكعكة و ننشكلها سوف نرى الحرب سوف ندخلها في الفران لأنها تكترن بالكعكة ثم نضيف الكعكة في الفران ندهنها و ندخلها للفرن و نكمل العجينة ندهنها بزوج البيضات كاملين نقوم بعمل بالنسبة لهذه القهوة السريعة ستدوابن ندهن نص فرشيتها مع هذه البيض و ننخلط هذا البيض و نكون من تخلط القهوة السريعة ستدوابن و نضيف القهوة السريعة ستدوابن و نضيفها كاملين كاكك محمر في القياس لدي الكيميائي لذيجلان لنقوم بطلق كاكك أخبرتها في شيتة لقدرها في البيض والدواب تجعل الكاككك مفيد لكي يجبون محمر و يدخلوه لفرران في الساعة يجبون في الساعة يجبون في مبرقع جهة حمراء و جهة بيضاء نحضر السبع في البيض و نضيفه في الزجلان نضيفه بيضاء نضيفه بيضاء نضيفه بعدما يضيفه نضيفه بعدما يضيفه بعد مدهنت لطا دي الكعك وسليتها هذا هو الشكل يلهم بعد ما سليتها سندخلها البنات للفران بالنسبة للفران سندخلها من قبل سندخل لطا دي الفق في الفران على نار اللي كتكون مهيلة حتى كي يبالكم هاد الكعك طلعوا الضعف الحجم دياله ودهب مع الجنة بعد كتهودوه التحت يلهوتوه وكان عاد ما تحمرش سيعدبكم في الطياب وما يجيش محمر خصوه حتى يتحمر البنات كتشوفوه الفوق تحمر وطلعت له الحمرة مع الجنة بعد كتهودوه التحت باش ياخد له اللي هو مدهب وزوين هنا يا البنات مبعد ما طابت اللطا ديالي اللولا هدا هو الشكل ديالي كعك مبعد ما طاب كي يجي محمر وزوين ما كي يجيش مبرقع كي يجي محمر من كل جهة وكي يجي زوين وكي يجي رائع البنات غي يجربوه بعد المسالية العجنة ديال الكعك كاملة اللي شاركتها معاكم رها اعطتني البنات ثلاثة كيلوم ونص كتخرج واحد كمية اللي هي كثيرة تبارك الله ما شاء الله غي يجربوها البنات واردوه عليا كعك اللي كي يجي رائع كي يجيزوين كي يجي محمر ومجمر على حقه وطريقه بالنسبة لهذا الكعك البنات اللي اعطيتوه اللي كليين ديالكم كي يحمر لكم الوجه ديالكم كي يجي رائع وكي يجي زوين بزاف وكعك الاقتصادي بالنسبة لثمن البنات هاد الكعك هذا اللي بلا زبدة كنخرجوه بثلاثين درهم للكيلو إلا كان فيه الزبدة كتخرجوه بخمسة وثلاثين درهم للكيلو ثمن البنات جد مناسب هنا يا قد نقسم معاكم واحد الحبة باش شوفو كيفاش كي يجي هنا يا البنات كي مشتوا معايا بلزب دو كي يجيه شيش وكي يجي زوين وكي يجي محمر كي من الداخل كي من بره بالنسبة لديك المعي القديل اللي عسلك تعطيه اللون وكي يجي محمر نتمنى الفيديو ديالي وميعجبكم وباسلام عليكم الى فيديو جديد